اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من أكثر من عنوان بعد فتح قناة السويس مؤخرا اكتشاف جديد قد يجعل مصر تنضم إلى صفوف الدول الغنية وذلك بإعلان الحكومة المصرية والشركة إيني الإيطالية اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في المياه المصرية العميقة في البحر المتوسط وهو حقل الظهر المعلومات الأولية توضح أن الاكتشاف يحتوي على احتياطيات أصلية قد تغير من سيناريوهات الطاقة التي تتبعها القاهرة بعد اكتشاف كنز مصر الجديد أسئلة عديدة طرحها المراقبون ونطرحها في هذه الليلة ما هو حجم الغاز المتوقع في الاكتشاف وما هي تداعياته على المواطن المصري وعلى الاقتصاد وإلى أي مدى يمكن لهذا الاكتشاف أن يسهم في حق مصر بقائمة الدول النفطية الغنية وهل يحقق هذا الحقل تحولا حقيقيا وجدريا في علاقة مصر بدول العالم كل هذه الأسئلة والنقاط سنحاول إجابة عنها في حلقة الليلة من أكثر من عنوان وعنوانها هل يغير اكتشاف بئر ظهر من خريطة الاقتصاد في مصر أهلا بكم الجديد دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا الدكتور عمر صالح محمد أهلا وسهلا بكم ستكون لنا وقفات كثيرة معكم في سياق هذه الحلقة دكتور قبل البداية دعونا نتعرف معا عن تفصيلات الحقل الجديد وحيثيات ذلك في سياق التقرير التالي الذي أعدته زميلتنا في غرفة الأخبار أسماء الحدوسي نتابع ثم نعود شافا في مصر وفي مياه البحر المتوسط قد يصبح من أكبر استكشافات الغاز في العالم أكبر حقل غاز طبيعي في منطقة امتياز شروق في المياه الاقتصادية المصرية ذلك الذي اكتشفته الشركة الإيطالية إني هذا الاكتشاف سيشكل تحولا محوريا في قطاع الطاقة المصري إذ يحتوي حقل الغاز شروق على ما يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في مساحة 100 كم مربع وهو ما يعادل قرابة 5 تريليونات و500 مليار برميل من النفط هذا الحقل وبعد تطويره سوف يكون قادرا على تلبية حاجة مصر من الغاز الطبيعي لعشرات السنين كما سيقلل الاعتماد عن النفط المستورد من الخارج والذي يرهق الميزانية العامة للدولة نظرا إلى التكلفة الباهظة للنفط المستورد توفير الغاز الطبيعي في مصر يعني تشغيل أكثر من 18 مصنعا متوقفا عن العمل وهو ما يدعم القطاع الزراعي إلا أن الحكومة المصرية ستحتاج إلى قرابة أربع سنوات لتطوير الحقل في حين تدرس شركة إيني بدائل لاختصار الجدول الزمني لتنمية الحقل ليكون في وقت أقل من المعلن مشروع شروق يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخرى إذ إن منطقة البحر المتوسط في مصر من أهم الأحواض الترسيبية الحاضنة للغاز الطبيعي على المستوى العالمي وإن هذا الاكتشاف قد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطات وزيادة الإنتاج التي توليها وزارة النفط أهمية في إطار سعيها إلى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي وبعد أن تعرفنا من خلال التقرير بما يتعلق بالاكتشاف المصري الجديد نخوض في تفصيلات هذا الملف أكثر مع ضيفي في الستيديو الدكتور عمر صالح محمد أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق أستاذ عمر أهلا ومرحبا بكم بعيدا عن مسمىك الوظيفي أو العلمي كمواطن مصري كيف تلقيت هذا الخبر خبر اكتشاف هذا الحق الغاز الهام بالطبع هو خبر سعيد عندما بدأنا اليوم بقراءة الأخبار في الصحف العالمية وكانت معظم أخبار ليست مباشرة وأنت تعرف الأخبار التي نمر بها في المنطقة ونجد خبر اكتشاف هذا البئر في الدولة المصرية دولة محورية لها أمية في المنطقة وبالتالي أعتقد أنه حتى ليس فقط على مستوى كوني مواطن مصري أو ليس على مستوى المواطن مصري لكن على مستوى المنطقة نقرأ خبر سعيد في المنطقة بينما تمرر المنطقة بأحداث مزعجة في بعض الأحيان أعتقد أنه هو خبر سعيد تسألني عن الخبر أسألك عن شعوري كمواطن طبعا هناك سعادة بهذا الخبر أو بهذا الاكتشاف لا سيما أن حجم هذا الاكتشاف أو مخزون الاكتشاف قد يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب ليرفع احتياط مصر إلى 90 تريليون قدم مكعب وربما هذه المعلومات ندخل في التفاصيل العلمية المواطن المصري العادي يعني يفرح بهذا الاكتشاف لكن الآن إذا أردنا أن ندخل ضمن اختصار قبل أن ندخل في التفاصيل أقول لك لشعوري وشعور مجرد أنت تحدثت عن الشعور بغض نظر عن المسمى الوظيفة أو المهنة التي نمتهنها لكن الشعور العام هو ليس فقط شعوره بالفرح المجرد أن هناك اكتشاف خلينا نرجع بالأرقام بداية كمواطن بعض الأرقام كمواطن نحن في عام 2005 أنا تشرفت أن أكون في عام 2004 و2005 مستشار لوزير الدولة لشؤون البيئة في مصر وكان هناك اكتشافات وكان هناك مغزون قوي للغاز الطبيعي وكنا في نشوة في الدولة المصرية والمواطن المصري سعيد أن هناك اكتشافات للغاز الطبيعي وكان هناك خطط حتى أنا أتذكر كنا نعمل على أن نكون سابع دولة على مستوى العالم تعمل في السيارات وتعمل السيارات على أجرى والحكومية بالغاز الطبيعي ما الذي حدد؟ أنا أرجع لك لهذا السؤال حتى أفهمك شعور المواطن في السنوات التي تلت 2005-2007 وحتى ما قبل الثورة حجم الاحتياج وحجم الاستهلاك المحلي زاد سنويا من مقدار 7% دولة التنمو بشكل كبير وصلنا إلى 90 مليون مواطن كنا نحقق قبل الثورة رقم نمو اقتصادي يقارب 7.2% رقم كبير جدا 7.2% رقم كبير وكان هذا النمو مع زيادة السكانية مع زيادة المصانع مع زيادة الاستثمارات التهمت جزء كبير من الاكتشافات التي كانت موجودة في مصر وأصبحنا من دولة لدينا احتياطي أو مغزون قوي ولدينا خطة لاستخدام الغاز الطبيعي في عملية التنمية أنا أقول لك رأيي كمواطن أو احساس كمواطن إلى دولة بدأنا بعد ثورة أن نتجه ونتساءل طبعا نستور الغاز منين وانت سمعت عن موضوع استرال الغاز من إسرائيل وقبرص والرحلات التي تحدثت في رئيس المصر اكتشافات 2004 و2005 نعكست على المواطن قلت لم تنعكس ربما اتصتها هذه الزيادة السكانية الزيادة السكانية زائد حجم النمو الكبير الاقتصادي اللي حققته مصر في فترة مقارنة لماذا تعتقد أنه الآن يعود المواطن المصري للفرح الشديد هل هذه المرة سيختلف الأمر؟ بماذا سيختلف؟ أقول لك أيضا الزيادة السكانية مستمرة لا هم رقمين رقم 30 تريليون قدم مكعب هو حجم هذا الغاز مع رقم 60 تريليون قدم مكعب هو حجم الاحتياطي الموجود يعني احنا بنتكلم تاريما على تلت الاحتياطي اللي موجود ده يرفع الاحتياطي لمصر لتسعين تريليون قدم مكعب لا سيما طبعا محركة عارف أكتر مني ما أثير عن هذا الحقل أنه قد يكون أكبر اكتشاف للغاز في العالم في المياه الدفينة مع خليج المكسيك وأنه قد يعني يعيد تشكيل خريطة الغاز الطبيعي أنا مش عايز أحر الأسئلة اللي عندك قد يعيد خريطة تشكيل الغاز الطبيعي في المنطقة أدخلتنا بالأرقام إذن سنتابع معك بالأرقام وأنت اقتصادي وخبير ولك خبرة في هذا المجال انتظاراتك من هذا الاكتشاف وتوقعاتك بانعكاس هذا الاكتشاف تتحدث عن 30 تريليون إضافة إلى 60 نحن أمام 90 تريليون متر مكعب من الغاز في مصر في دولة مقبلة على النمو كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المواطن المصري في السنوات القادمة تحديدا أولا خلينا أقول أن هذا لن يقلب خريطة العالم من الإنتاج العالمي يمكن أن نحن نتحدث عن احتياطيات دولة زي روسيا على سبيل مسألية الدولة الأولى ثم إيران ثم قطر تمتلك 1668 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم فهذا الاحتياطي لا يعتبر كبيرا بالشكل الذي قد يتصوره البعض هو الأكبر من حيث الاكتشاف من حيث وجود بئر يجمع كل كهذا الكم من الغاز لكنه وأنا هرجع لكلامك وهي نقطة مهمة أشياء أترتها على هل سوف يسد الاحتياجات الشعب المصري أو المواطن المصري في السنوات القادمة هيسد جزء من هذه الاحتياجات ويمكن التقرير أشار إلى أن الدولة المصرية قد قد تتجي لعدم استراد النفط أو تقلل من استراد النفط أنا شخصيا كخبير اقتصادي لا أعتقد لأن هذا البيئر يبدأ إنتاجه في 2018 وهناك فترة تأهيل تشغيل عملية استخرج الغاز وعملية تسهيل الغاز سوف تستخرج وقته وهناك تكلفة لسنوات سوف يسد هذا الغاز أو هذا الحقل كما قيل احتياجات مصر التقرير أشار إلى عشر سنوات أشارت بعض التقرير إلى عشرات السنوات فأنا لا أعتقد أن هذا الحقل اختفى يكون تحول في خريطة الاقتصاد المصري ولكنه هيكون تحول في سد جزء مهم أنا بقول سد جزء مهم يخلينا بتكلم بشيء من التفصيل وبحط قطوط تحت بعض الكلمات من أقواص سوف يسد جزء مهم من الاحتياجات المصرية لا سيامة يمكن حرارك تفتكر أن في الفترة الماضية كان رئيس عبدالفتاح السيسي كان زار الجزائر وكان هناك اتفاقيات مع سوناتراك ومع روسيا ومع قبرص لسد احتياجات مصر من النقاذ الطبيعي نعم وبالتالي عندما تسد الاحتياجات إذن هناك وفر سيكون في ميزانية الدولة ونفقات الدولة ستنعكس نهاية الأمر وخلينا أقول لك كمواطن مصري يعني أنا أعرف مصر تقريبا يعني تقدر تقول لكن أقول لك حيصد احتياجات في إيه وحيدفع أي قطاعات أولا كان هناك خطط قبض الثورة في استخدام الغاز الطبيعي في عدد من المجالات منها السيارات وكان لدينا خطط أن نكون سابع دول على العالم في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات على مستوى العالم كان هناك خطط طموحة لتسييل الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل وكافة المنازل في مصر استخدام الغاز الطبيعي زي ما أشار التقرير في المصانع والمنطقة الصناعية ممكن عدد من المطقة الصناعية توقفت وكان هناك أزمة للطاقة في السنوات الماضية إذن هيدي بوش يعني هيدي نوع من دفع لبعض القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري اللي كانت توقفت أو كنا نبحث عن طرق بديلة لسد هذا الاحتياج وأنا قلت كنا في المطرة الماضية خلال السنتين الماضيين بعد طورة هناك زيارات مكوكية للرئيس المصري في عدد من الدول للبحث عن بدائل لتوريد الغاز إلى مصر دكتور عمر أرجو أن تبقى معنا حديث معك سيتواصل لطيلة هذه الحلقة إعلان خبر اكتشاف حق الغاز الطبيعي فتح أبواب الأمل على مصرعيها لدى الشعب المصري وسط توقعات بمستقبل اقتصادي أفضل كاميرا أخباري الآن استطلعت آراء بعض المواطنين المصريين بهذا الاكتشاف فكانت آراءهم كالتالي لما يتوفر الغاز الطبيعي عندنا بكميات كبيرة وننقل من استهلاك البتجاز أو استهلاك البنزين للعربيات بالغاز أو السلر بالغاز الطبيعي ده هتبقى طفرة كبيرة جدا ومن أصدقاء البيئة يعني اللي احنا برضو بنسميهم أصدقاء البيئة لأنهم ما بيلوثوش بيقللوا نسبة التلوث وطبعا حيبقى نسبة أو تمن الغاز أقل بكتير جدا من مسئلاته بالنسبة للبنزين وبالنسبة للصلاة طبعا كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا ودي حاجة جميلة من عند ربنا والحمد لله يعني عشان ما نحتاجش لأي دولة نتصدر منها يعني دايما مصر بخير وكلها كنوز فإحنا دي حاجة جميلة لنا والبلدنا تعاشت منه سعر الغاز يعني بدلما الفطورة الأول بتاعت الغاز كان بتيجي 2 جنيه و 3 جنيه بيجي 6 جنيه و 12 جنيه و 15 جنيه نتعاشت منه ترجع زي الأول تبقى ب 3 جنيه زي الأول و 2 جنيه والاستلاك يرجع بسيط بالنسبة للمستوى للغلبان زي حالاته والأنبوبة بدلما هيد الوقت في عز الصيف وإحنا محدش بيستهلك أنابيب كتير بيجي بخمسة وعشرين و 30 جنيه دلوقت يعني في الشتاء بترخص الشتاء بتغلى وبتصل 120 و140 وبينقول ماشي عشان الغاز يعني الأنبوبة بدلما بتاخد شهر في الشتاء بتاخد 10 تيام و 15 يوم إنما دلوقت المفروض الأنبوبة بتاخد شهر معي الأنبوبة دلوقت بتستهلكش معي 10 تيام وبغيرها ب 20 و 25 جنيه إن شاء الله يبقى فتحة خير على البلد كلها والبلد كانت بتبقى محتاجة غاز وفيه أزمة وإن شاء الله الاكتشاف ده هيعمل اكتفاء ذاتي يعني مش هنحتاج لحده وكمان ده احنا هنصدر يعني هيبقى خير للبلد كلها إن شاء الله أولا يعني بالنسبة لإكتشاف الغاز ده يعني دي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني بيمنحها للوطن والشعب ويعني اكتشاف الغاز في الوقت ده إدى الأمل لدى الشعب المصري ودي منحة من ربنا سبحانه وتعالى لأن ناس أطقياء وناس مخلصة لوطنها وشعبها فربنا بيكافئها يعني الطبيعة نفسها منحت الشعب المصري هذا الحق اللهي التوقعات إن الاقتصاد يبقى أحسن للبلد وتبقى فيه مشاريع أكتر وفيه فرص عمل أكبر للشباب ومشاريع أكبر للبلد للتنمية والاقتصاد يزدهر أكتر وأكتر يعني هيزيد البلد نموه طبعا لأن كل ده بيهمها بيصبه على البلد قد بلك وبيعمل يعني يعني رخالي البلد يعني حاجة زي بقولك زي قناة السيويس دي لما اتفتحت طبعا العايد بتاع كله داخل على البلد وعلى المواطنين وعلى الناس كلها فأكيد بيعمل نموه في البلد كنا مع بعض أراء من الشارع المصري حول اكتشاف حق الظهر في منطقة شروق في مصر بالعودة إلى ضيفة فلسطورة دكتور عمر صالح محمد أولا باقى من التعليقات استرعت انتباهك وتدوين بعض المناحظات من كل مستنين زهرة الحقيقة هناك بعض التعليقات سياسية بعضها اقتصادية بحتة وبعضها يعني مصرية صميمة يعني اجتماعية مهم الاجتماعي وصميمة يعني عجبني الحقيقة التعليق الأخير للضيفة اللي قال انها منحة من الله ربانية مكافأة للشعب المصري هذه جملة انها خلينا اقول لك انك كتبت وقال في الوقت ده في هذا الوقت ان تأتي هذه المنحة من الله ومنحة من الطبيعة لناس مخلصين يعملون هذه الجملة لها دلالة كبيرة في الوقت الذي تشعر او شعر فيه المصريون انهم في ازمة حقيقية وانهم في ازمة كانت قد تعصف بالدولة المصرية اقتصاديا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا انا كلامي واضح ربما الاقتصاد يعني اكثر يبعث على اقتماعيا وثقافيا وسياسيا وهذا ما اقصده يأتي شيء يعني طبعا هناك عودة للدولة المصرية كلنا اتفق على هذا وانك افتتاح لمشروعات مشروع قناة السويس وهذا اعطى دفع وامل للشعب المصري في الوقت الذي يظهر فيه هذا الكشف فيشعر المواطن ان هناك منحة الامور بخير انا انا بدون كلام الشخص اللي قال هناك منحة من الطبيعة للشعب المصري ومنحة من ربنا في الوقت ده كلمة الوقت ده بيزاد كلمة مهمة لانها تأتي في وقت كان هناك احتياج لهذا الكشف في وقت اضاف في احد الاشخاص بعفوية شديدة مش نحتاج لحد انا زي ما قلت حريك هناك مفوضات مع بعض الدول لاستراد الغاز في الفترة الماضية وبالتالي شعور المواطن لا يريدون التبعية لا يريدون ان يربطوا مستقبلهم بأي دولة اهواء اخرى تكون تبعة لدولة اخرى وبالذات اسمح لي اكون اكتر طراحت ان تتحدث عن دولة مصرية دولة قوية لا تاريخة ولا تراثة ولا قوتها يجب ان تكون مستقرة ايضا اقتصاديا مصر بذات لها قوة الشخصية التاريخية المتاصلة في جذور التاريخ وبالتالي يشعر المواطن ان هذه منحة من الله سبحانه وتعالى للدولة التي كانت تعاني لفترة واصبحت يعني تتقدم بشكل بشكل كيهد هناك البعض قال انه سوف تكون هذه هذا الاكتشاف توفير لنخاذ الطبيعي باقل من الاسعار العالمية لا اعتقد انه سوف يكون اقل من الاسعار العالمية الا اذا كانت هناك سياسة وطبعا هنشوف لاحقا ما هي السياسة التي سوف تتبع في هذا الاكتشاف يعني كنا سابقا في اكتشافات الغاز الطبيعي او حتى في اكتشافات العامة في مصر كان هناك جزء يتم للتصدير وجزء للسلاك المحلي هنشوف في الايام القادمة في الشهور القادمة ماذا سوف تخبر الحكومة المصرية هل سوف يخصص جزء كبير منه في الشهور القادمة في الشهور القادمة طبعا لما يطلع انت قلت يعني بال2018 ثم مرحلة الغاز هيطلع في 2018 الاستلاك الفعلي في 2018 انما سوف تكون هناك سياسة السياسة نعم تحديد سياسة بماذا سوف نفعل هناك استراتيجية اعتقد ان هناك شبه تعديل اكيد في الاستراتيجية المصرية للطاقة جزء منها يعتمد على هذا الغاز سوف نرى هل هذا الحق ل هذا الاكتشاف 30 مليون هل سوف يتم 30 تريليون فقط تخصيصه توظيفه للاستلاك المحلي او سوف يتم تخصيص جزء منه كعملة اجنبية لسد العجز في الموزن العامة للدولة ربما كمان ايضا حجم الحديث عن هذا الحقل سوف يفتح فرص عمل سوف يزيد من معدلات النمو سوف يزيد ايضا من المشاريع في مصر هل هو يعني امنيات شعبية فقط ام احتياجات ام فعلا يمكن ان تتحقق كل هذه الثورة والنهضة التنموية في مصر من وراء هذا الاكتشاف الموضوع مبالغ به يعني ام حقيقي انا هكون ام حقيقي صريح ولا اعتمد على المشاعر فقط هذا في تلخيص سريع عشان ارد على سؤالك ونضع النقاط على الحروف هذا الاكتشاف من ناحية الكمية اكتشاف كبير ولكن لا بد ان ننظر الى الجانب الاخر من الميزان ان هناك استهلاك كبير في الطاقة في مصر يتزايد بنسبة 7-8% في السنوات الماضية سوف يتزايد في اعتقاد الشخصي نكون بنتزايد ب7-8% عندما كنا نحقق 7% نسبة نمو اقتصادي متوقع ان نحقق اكبر من 7% النمو اقتصادي وبالتالي انا اتوقع ان يزيد الاستهلاك والاحتياج المحلي كم معدل نمو السكاني في مصر سنويا؟ معدل نمو السكاني حوالي 2.3% سنويا احنا وصلنا الى 90 مليون نسمة هذا رقم كبير في وقت انخفض في نسبة النمو الاقتصادي من 7-12% ما خفض الطورة الى حاليا يقارب 3% مستمر معكم دكتور عمر ارجو ان تبقى معنا ونتعمق اكثر في ملف الغاز الطبيعي المصري وعلاقته بتوطيض العلاقات بين مصر ودول العالم نناقش هذا الملف ايضا الحيوي مع ضيفي عبر الاقمار الاصطناعية من العاصمة المصرية القاهرة دكتور سعيد الويندي خبير العلاقات السياسية الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية اهلا بكم دكتور قبل الخوض في هذا الموضوع ردو ان اطرح عليك نفس السؤال الذي طرحته على ضيفي في الاستوديو قبل قليل ما هي انتظاراتك وكيف ترى تحياتي اولا للدكتور عمر الصالح وصديق عزيز وتحياتي لكم لكن في الواقع ارجو ان تعتقد ان هناك امل كبير جدا في ان هذا الاكتشاف الخاص بالغاز الطبيعي سيغير وجه مصر تماما لم تعد دولة زراعية طويلة والاقوطن فيها طويلة تيلة كل هذه الاشياء نحترمها جيدا ونقدرها وقد انضت معنا فترة من الزمن لكن مرحلة مقبلة اعتقد انها مصر ستكون دولة مصدرة سواء بسواء الى حد ما مثل بعض الدول الخليجية او بعض الدول العالم انصح التعبير لكن بشكل او باخر اعتقد ان هذا الاكتشاف كما قال الدكتور عمر نقلا عما قاله احد المواطنين هذه من حسمة سماوية جاءت الشعب المصروح حتى الرئيس سيزي قبل فترة تكلم عن هذا الموضوع ايا كالامر اعتقد بشكل او باخر ان هذا الغاز الطبيعي الذي سمي شروق يعني بعض الدراسات اكدت ان هذا اول الغيس ثم ساءت بعد ذلك مطر كثير معنى ذلك ان هناك يعني حقول كثيرة يمكن ان تظهر لاحقا كما قالت تركة امني الايطالية التي تهتم بالموضوع ايا كالامر ارجو ان تعتقد ان كل الناس فرحة تماما البعض يرى ان هذه يعني رضا من الله سبحانه وتعالى ان تتفجر في الارض في مقابلة قبالة البحر المتوسط وبالقرب من يعني محافظة رشيد اعتقد بشكل ابو اخر ان الكل فرح لان كما قلت في البداية وجه مصر الحقيقي ستغير تماما واعتقد ان مدن القناة والبحر المتوسط والبحيرات المرة واشياء كثيرة جدا يعني فرحة بالمصريين عندما حفروا بسواعدهم وافقارهم القناة السويسي الجديدة لكن هذا الحق سيغير وجه مصر تماما نعم نتمنى ذلك دكتور وفي سياق الحديث ايضا عن العلاقات المصرية وتغيير وجه مصر امام العالم ماذا عن هذه العلاقات مع دول العالم كيف يمكن ان ان يكون هذا الاكتشاف وسيلة لتوطيد هذه العلاقات بين مصر ودول العالم واوروبا خاصة سياسيا واقتصاديا وهل يمكن لهذا الاكتشاف ان يغير من خارطة العلاقات الدولية مع مصر انا اعتقد انه سيغير لان مصر بالامس لان تكون مصر غدا مصر تجمع بين جناحين جناح الزراعي وجناح الاقتصادي او جناح صناعي بمعنى الاخر موارد طبعية موارد طبعية تنقسم اقصام عديدة جدا اعتقد لجانب الزراعي وجانب الصناعي او جانب السر والمعدنية بشكل او باخر ستتفجأ او تفجرت في مصر وبالتالي هذه الدول ستتعمل مع مصر بمنطق اخر منطق المصر معنى ان هناك دول حتى في امريكا اللاتينية تصدر غاز طبيعي وهناك دول خليجية تصدر غاز طبيعي مصر ايضا ستكون في هذا ارجو ان تعتقد ان احدى الدراسات التي تقوم بها في الارهان تتكلم عن ان مصر في هذه الحالة وبعد الثلاث سنوات عندما تصدر غاز ستطلب الانضمام الى يعني منظمة اوبك ولماذا لا مصر تغير من نفسها وبالتالي هذا التغيير من الذات سيجعل الدول التي تتعامل مع مصر تتغير نفسها ايضا واعتقد بشكل او باخر ان اكتشاف الغاز الطبيعي سيغير من علاقات مصر مع الدول الدول الاقليمية والقارات باعتبار ان الرئيس سيسي زارة يعني افريقيا ثم اوروبا ثم اسية اعتقد بشكل باخر مصر اليوم لن تكون مصر غدا نعم وهذا التغير في العلاقات نحو اكثر من اكثر ترابط يعني دكتور تتوقعه للايام والاشهر والسنوات القادمة اليوم نحن نتحدث فتح قناة السويس مؤخرا الفرع الثاني انصح التعبير كما اشرت اليه قبل قليل الآن اكتشاف هذا الحق للغازي الهام هل بنا ممكن نتحدث عن ترابط استراتيجي قادم بين مصر والضفة الاخرى من المتوسط الضفة الاوروبية في ضوء هذه المستجدات اعتقد ان مصر حريصة جدا على احداث صلة بين الدول المسطد البحث المتوسط شمالا مع الدول المسطد البحث المتوسط الجنوبا ولن يحدث هذا الا من خلال يعني عنفوان وزخم تتمتع بمصر من ناحية الزراعية من ناحية المعدنية اعتقد بشكل او باخر ان هذا الحق الذي يشعر به عدر كبير جدا كنت قبل فترة اتكلم ما احد المحافظين الوزراء الذين يوجدون في منطقة القناة سويس تكلم عن القناة بشكل غير عادي بمعنى ان مصر التي يراها للاخرون لن تكون مصر كما كنا نقرأها في التاريخ القديم او المتوسط او الحديث او المعاصر ونمى مصر الحديثة مختلفة تماما واعتقد ان هذا الحق ارجو ان تعتقد طوبيع طويلة جدا في البنزينات تريد ان تغير تغير حتى استخدامها البنزينات وتريد ان يكون الغاز هو المسيطر بمعنى اخر هذا الحق وهناك حقول اخرى ستأتي لاحقا هذا الحق سيغطي 47% من انتاج من استلاك مصر معنى ذلك اننا في المرحلة المقبلة لن نكون في حاجة الا استيراد الغاز الطبيعي كما كنا قبلا والعالم كله ينظر ان مصر تغيرت بهذا المعنى تتوفر اداء سيولة السيولة من خلال الغاز الطبيعي الذي اصبع قابلا لتصدير ولا تطلب مصر بعد اليوم الاستيراد كما كانت يعني اعتقد بشكل باخر في الام المتحدة في جماعات الدول العربية في الاتحاد الافريقي في المنظمات الاقليمية ودولية ستضع مصر في مكان الريادة باعتبارها دولة يعني مكتفية بذاتها وتستطيع عندها دولة غنية ولماذا لا عندما يكون عندها الانتاج الزراعي وعندها الانتاج المعدني بشكل أو بآخر وتفجر هذه الحقول ثم على السكان كما قال الدكتور عام اكثر من تسعين مليون وعندها الانتاج والتاريخ والموروث الحضاري والآتار والسياحة كل هذه الأشياء تعتبر زاخما جديدا لمصر والكل لا بد أن يتعامل معه من هذا المنظور نعم أرجو أن تبقى معنا دكتور سعيد الويندي الخبير في العلاقات السياسية الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية سنكون معكم أيضا في سياق هذه الحلقة المستمرة معكم كاميرا أخبار الآن أيضا استطلعت رأيين الاقتصاديين وهما خبيران في شؤون البترول والطاقة حول تأثير اكتشاف الغاز الطبيعي بمصر حيث أن اعتبار الاكتشاف لا يقتصر فقط بحجم الغاز ولكن هو أيضا سيعزز الانتاج والاقتصاد المصري هذا ما سنتابعه لاحقا ابقوا معنا نحن نبقى تابعه اكتشاف مهم جدا لمصر لتلات اسباب السبب الاولاني ان المخزون اللي موجود في هذا البير شروق بيمثل تلاتين تريليون قدم مكعب غز ده بيمثل اكتر من تلاتين في المية من احتياجات مصر الحالية ده نمر واحد نمر اتنين انه منتشر على مساحة ميت كيلو متر مربع نمر اتلاتة انه تم الحفر على مسافة 4217 متر في تحت الارض نمر اربعة انه اول مرة يكتشفوا غاز في الطبقات الكربونية اللي موجودة في الارض ودي الاول مرة تحصل فده بنعتبره يعني مصدر رزق كبير جدا لمصر الكاشف ده هيعمل طفرة في الم مش في مصر بس في المنطقة كلها طفرة في استخدامنا للطاقة طفرة في صناعات البيتريوكيميويات عندنا في مصر لان المعروف اقتصاديا انك اسوأ استقلال للغاز طبيعي انك تحرقه لكما تصنعه يبقى بتضرب على الاقل في القيمة المادية بتاعته في مية وخمسين او مئتين ضعف فالكاشف حجمه يعني هيساعدنا انه نتوسع في الجرين انرجي بشكل عام وخاصة في محور خانات السويس ان شاء الله رب العالمين هنتوسع في تزويد العربيات بالغاز المسال بتكنولوجيا ضغط الغاز CNG هنتوسع في حاجات كتيرة احنا محتاجينها وخاصة ان احنا عانينا سنوات طويلة من مشكلة الفرق الكبير جدا ما بين انتاج الكهرباء في مصر وبين استهلاك الكهرباء في مصر وكل المصريين حسوا بالكلام ده الفترة اللي فاتت ملف حقل الظهر من الناحية الاقتصادية نتحدث فيه بالتفصيل في ساق هذه الحلقة ونواصل الآن الحديث عن ملف هذه الحلقة من زاوية أخرى مع ضيفي الدكتور سعيد الويندي خبير العلاقات سياسية الدولية بمركز الأهرام لدراسات السياسية دكتور سعيد انباء تحدثت مؤخرا عن إمكانية اكتشاف حقول غاز جديدة شمال شرق وشمال غرب المتوسط وربما أشرت إلى ذلك في سياق حديثة قبل قليل ما هي الإمكانات المتاحة وكيف سيؤثر ذلك كذلك على مسار العلاقات المصرية هل هناك معلومات علمية أم فقط أمنيات ورغبات وآمال يبنيها المصريون هناك دراسات كثيرة جدا يعني قاموا بها أو قامت بها الشركة الإيطالية بالإضافة الشركة المصرية التي تتعمل في مجال الغاز وأكدت بشكل وآخر أن مصر تعيش مرحلة كلها إنجازات هناك إنجاز تعلق بقناة سويس الجديدة هناك إنجاز تعلق بشبهة الطرق الكباري هناك إنجاز تعلق بتلات ملايين فدان تمسط حيوم وأعتقد أن يعني رأس التاج بهذا المعنى تغير أسلوب الطاقة بشكل أو بآخر الموجود في مصر لكن عن أية حال أعتقد أن الأبرة الأخرى أكدت أنها يمكن أن يتم اكتشافها لاحقا لن يكون البقرة الذي تم اكتشافه هو الأول أو الأخير وإنما قد يكون الأول لكن لن يكون الأخير بأي حال من أحواله وأعتقد أن الدول الأخرى ستتعامل مع مصر ككتلة واحدة يعني كل هذه الإنجازات أو مصر الإنجازات أو مصر الجديدة كنا قبلا أرجو أنتعد أعتقد كنا قبلا نتحدث عن محمد علي مؤسس مصر الحديثة لأن نتحدث بعد اليوم مصر التي كانت في زمن محمد علي لاست هي مصر التي نعيش فيه مصر التي كانت في زمن طاح سين مثلا لن تكون مصر التي نعيش حاليا في نهاية في أوائل القرن 21 وهذا أمر طبيعي جدا لكن يخدمنا في هذا الموارد الطبيعية التي تفكرت بشكل أو بآخر وحتى صور معينة من الانتاج ستختلف تماما عددنا في زمن عبد الناصر كان 30 مليون لكن دلوقت 90 مليون إذن هناك مرتين زدنا عما كان في زمن عبد الناصر وبعد خمس سنوات أعتقد أن مصر جديدة يعني فوق المئة على بركة الله يعني ربما أعتقد أعتقد نصف العالم العرب كله موجود في مصر لكن المهم عندنا أن بدلا من مصر دولة مستوردة أصبحت دولة على الأقل مكتفية بذاتها أو مصدرة وأعتقد أن الدراسات التي جرت في مجلات علمية كبيرة يعني أكثر رسالة أكدت أن مصر كما قالت بعد ثلاث سنوات عندما يتم يعني استغلال هذا البئر مئة في المئة ستنضم بشكل بأخر من نظمة أوبك المصدرة للطاقة نعم السؤال أخير وباختصار لو تكرمت الدكتور وأشرت إلى أن مصر ستنضم إلى أوبك ومنظمات أخرى معنية بدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هذا الموضوع كيف ستكون تداعياته يعني ماذا يعني أن مصر موجودة في هذه المجموعات النفطية مجموعات الطاقة ذلك يعني ميزة إضافية ما فائدة مضافة بالطبع سوف يحقق ميزة إضافية لأن مصر قديما كانت مقدراتها إمكانياتها جغرافية والإنتاجية كانت محدودة بشكل بأخر لكن اليوم أصبحت دولة نفطية أو دولة تصدر غاز أو دولة يعني تملك من الطاقة الكثير والكثير وبالتالي هذه النظرة يجب أن تنعكسها الداخل المصري وتلقائيا مع الدول الأخرى التي تدخل معها في الدوائر أو علاقات بينية أو علاقات تجارية كما يحدث الآن مع سنغافورة مع الصين مع يعني أندونيسيا كل هذه الأشياء هي مفردات ستتغير وجه التعامل مع مصر باعتبارها ليست دولة من دول ولكن دولة كبرى نعم أشكرك جدا دكتور سعيد لويندي خبير العلاقات السياسية الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية على كل هذه المعلومات القيمة أثريت حلقتنا شكرا لكم بالعودة إلى ضيفي في الستوديو دكتور عمر أرقام كثيرة ومعلومات كثيرة ربما التعقيم عليها أو إضافتها صحيح إسمائي بس الأول أشكرك ورحب دكتور سعيد لويندي ومفاجأة عزيزة أن أرى هذا الصديق العزيز زملاء مهني وإهتمام مشترك وصحب بله فكرة ورؤية مهمة جدا في مصر دكتور سعيد لويندي برحب به الحقيقة هاخد من دكتور سعيد وأتحدث عن أمية هذا الاكتشاف بالنسبة للاقتصاد المصري بالنسبة للطاقة المصرية نحن عاشنا في مصر سنوات وكنا نعرف أن هناك ما يعرف بملف الطاقة في مصر ودعم الطاقة وهناك كان حوارات كثيرة في مجل الشعب في مصر وفي الصحافة المصرية وفي الدوائر السياسية في مصر عن أزمة دعم الطاقة لأنه كان هناك أشكالية في عملية الطاقة وبالذات للصراع هذا الاكتشاف هذا الاكتشاف هيغير في رأيه الشخصي من سياسة وستراتيجية الطاقة في مصر للسنوات المقبلة تفتكروا الصحيح المعلومة بدون حديث عن أسماء دول لكن كان هناك حديث عن استراد مصر للغاز الطبيعي من إحدى الدول في دول البحر المتوسط لحوالي 1.7 مليار متر مكعب وكانت تعاقد وقع لاستراد الغاز لمدة 20 سنة من هذه الدولة هذا الاكتشاف أولا سيغني مصر من هذا السيناريو هذا السيناريو على رأي ما قلت هيرغي هذا السيناريو هيجعل مصر دولة زادة فائد كبير الهم من كده أنه يعطي بوش أو دفع كبيرة جدا لقطاع أنا بعتبره قطاع لن أقوله شهيدا لكنه مظلوما بشكل كبير بسبب أزمة الطاقة وهو قطاع الصناع أنا قلت أن الدولة المصرية أو مصر حققت 7 أو 2 من 10 لنسبة نمو اقتصادي ما قبل الثورة مصر كانت لديها طاقة كبيرة جدا والبنك الدولي والدوائر الدولية تحدثت على أن مصر قد تصبح الجولدن دراجون أو التنين القادم في منطقة الشرق الأوسط بسبب أنه الصناعي الكبير الذي كانت تخطط له في السنوات الماضية ولكن أزمة الطاقة كانت حائل الطاقة سوف تساعد جزء كبير من قطاع البيئة سوف تساعد جزء كبير من قطاع الصناعة تساعد جزء كبير من قطاع النقل اللي بيعاني مشاكل من تمويل الطاقة سوف تعطي ضفعة كبيرة لقناة السويس والمشاريع كل المجالات يعني هو الدينامو هو المحر هو الدينامو لكن أنا بركز على قطاعين مهمين قطاع النقل وقطاع الصناعة اللي مصر لها ميزة نسبية كبيرة واللي زي ما قال الدكتور سعيد يمكن أعتقد أو أنا أشتم رائحة ما يقول الدكتور سعيد أن مصر تتحول من دولة زراعية إلى دولة صناعية صحيح أن كان هناك خطط كبيرة أن تتحول مصر إلى دولة صناعية وهذه الخطط كان ينقصها فعلا التمويل من جانب الطاقة الحمد لله أن هذا البيئر تم اكتشافه ويعطي دفعة كبيرة لعملية الطاقة في مصر بالإضافة طبعا زي ما قال الدكتور سعيد دخول مصر إلى نادي الغاز الطبيع والمصدرين القبار ويعطي لها ثقل على المستوى الدولي سواء على الساحة العربية أو على الساحة الدولية فتتحول مصر من دولة مستهلكة للطاقة وتجري وراء أخود لتمويل الطاقة إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي في الفترة القادمة إن شاء الله اسمح ليضيف قطعة ثالث ربما سقط السهوان هي الثاني مرة سأذكره موضوع السياحة والآثار في مصر وهي دولة عريقة جدا في السياحة وسياحة الآثار وربما أيضا هذا الاكتشافات الغازية هو وضع أنت تحب السفر والسياحة بالتأكيد مصر هي قبلة السياح تطوير وتنمية هذا القطاع بالتأكيد سينعكس أيضا وانا برضو بركز على كلامك مشاريع جديدة ربما كثير من القطاعات الحيوية التي دخل في الموازنة العامة للدولة المصرية زي ما حريك قلت السياحة زي الصناعة زي النقل واللوجيستيكس وكل المشاريع العملاقة التي مصر كانت تنوي الدكول فيها وتبحث عن تمويل خارجي أنا أعتقد شخصيا من خلال رؤيتنا الشخصية أن هذا الغاز سوف يسد أولا إرادة الموازنة العامة اللي بتعاني من عجزة في الموازنة العامة نمرة أثنين هيجد مصدر تمويل لم نكن نتوقعه لتمويل كل المشاريع الصناعية والتنموية في مصر في الفترة القادمة إن شاء الله بالحديث عن مصر وانعكاساته على مصر نعود مجددا إلى آراء الشارع المصري وعينة جديدة من هذه الآراء رصادتها كاميرا تلفزيون الآن نتابع معا ونعود بالطبع السريع لأن الاكتشاف مجرد نحن اكتشفنا مش خلاص كسبنا لا اكتشفنا فنبدأ نستخرج فنبدأ نصنع فنبدأ نصدر فنبدأ نود الشركات فنبدأ يجيب الربح كل ده بعدين زيها زي أي مشروع آخر بنعمله مثلا دراس الجدوى دراس الجدوى ده مكسبة مش في وقتها الحالي لكن فيما بعد مثلا على الأقل عام عام نبدأ نتكلم في أرباح وخسائل اقتصاديا التهيالي هتاخد وقت شوي بس إن شاء الله هنجنس أمار الحاجات المشروعات العظيمة دي الكبيرة مش دلوقتي قدام شوية إن شاء الله بإذن الله تعالى احنا استحملنا كتير ما جاتش من كبسة هنالدولت إن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله تعالى اكتشاف الغاز على المستوى الاقتصادي هيكون مؤجل شوية لكن المصريين محتاجين دعم معنوي وروح حلوة بصت في الناس إنه يكون فيه حاجة جديدة حلوة للمصر وليهم يعني إحنا على المستوى المعنوي إحنا فرحانين أكتر من إنه هيعود علينا ماديا ممكن يعود علينا ماديا بعد فترة لكن إحنا حقيقي فرحانين وعندنا طاقة للعمل أكتر وأمل لولادنا والشبابنا ويطرح المواطنون المصريون كما شاهدنا نقطة هامة وبدوري نطرحه على ضيفي في الستيريد دكتور عمر صالح محمد هل يتطلب استخراج وإنتاج الغاز وربما أشرت إلى ذلك قبل قليل وقت طويل يعني الكل يسأل عن مفعول هذا الحقل نعكاسات هذا الحقل متى يشعر المواطن المصري بكل هذه الوعود والعلمية والآفاق التي طرحت وحضرتك ومن قبلك ضيفنا من القاهرة والحقيقة أنا اشهد انتباهي في الروبورتاج اللي أنتو عملتوه وكانت المعلومات المسبقة أن بدء انتاج الغاز سوف يدقى في 2018 وسمعنا في الحوار اللي أجريتوه أن قد يبدأ أن شركة إينيكو لديها خطط سريعة لاستخراك الغاز بشكل أسرع من عام 2013 نحن نتكلم في سنتين ثلاثة يعني ألف طويل وده وقت طويل حقيقة في عملية التنمية وبالتالي يمكن عملية السرعة في عملية اكتشاف هذا الحقل أو استخراج هذا الحقل يمكن نعنا أعرف أن الرئيس كاميرا الرئيس السيسي في الفترات الماضية يركز على عملية وضع السرعة السرعة يشوفنا في قناة السويس وفي موازن المشاريع التي تباشر حكومة مصرية في عملها وأنا أعتقد يعني أعتقادي الشخصي يمكن حدث الشخصي أن الرئيس السيسي يدفع الشركة الأطالية بالتعاون مع الإيطاليين لإنتاج هذا الغاز بأسرع ما يمكن ليه تاني لأن لدينا مشكلة في الموازن العام للدولة لدينا عجز في الموازن العام كانت قضية تزايد في الفترة الماضية وبالتالي تحتاج مصر إلى عملة أجنبية بشكل سريع وبالتالي استغراك الغاز هيوفر عملة أجنبية ده نمرة واحد نمرة اثنين زي ما أنا قلت عندنا الطاقة انتاجية رهيبة أنا باعتبارها رهيبة لو حريك شفت أو رحت مصر انتكلمت على السياحة شكلك طبعا رحت مصر كذا مرة قاهرة فقط قاهرة لكن أنا بتكلم على مصر أنا بتكلم على مدينة 6 أكتوبر الصناعية ومدينة العاشم من رمضان ومشروع المشروعات في قناة السويس والعين السخنة كل هذه المشاريع الصناعية وحتى في مدن صناعية كثيرة من مدن الحرة في مصر كل هذه المصانع اللي تحتاج إلى طاقة الآن الآن وليس غدا وبالتالي هي ضخ هواء وليس ضخ فقط طاقة في مصر يعني ضخ هواء في رئة الصناعة المصرية وأعتقد أن ده سوف يتم بشكل سريع نمرة ثلاثة أنا بأعتقد زي ما قلنا أن ده يغير في خريطة الطاقة المصرية خريطة الطاقة المصرية استهلاكا وتصديرا هذا التصدير ومنه يعني سأختم أسئلتي دكتور عمر أحيانا السرعة كما تعلم بالجدوى الاقتصادية لا تكون مثمرة مثل إذا كان هناك عمليات لاحقة للمنتجات الغازية والنفطية صحيح أمسا يتم تطوير هذه المنتجات إلى منتجات بمراحل متقدمة وبريعية أكثر لكن تستهلك وقت أكثر صحيح حقيقة أنا لا أريد أن ألعب دور الخبير متعدد الجوانب وأجيب عن هذه الإجابة بأي إجابة هذا السؤال العام معروف يعني ولا أريد أن أضع نفسي في موقع وزير البترول المصري ولكن أنا أقول لك رأي الشخصي كخبير كخبير رأي الشخصي أنا كلامك وفق 100% أن استخراج المادة الخام قد يدور رعاية سريع ولكنه على الأمد الطويل قد تكون هناك خسارة لأن هناك صناعات التي نسميها صناعات مغزية أو صناعات قائمة على استخدام هذا الخام في مشتقات بيترولية كثيرة أنا أعتقد أعتقد شخصي أنها يتم نمرة واحد سد العجز في الاستهلاك المحلي نمرة واحد لأن هناك حاجة كبيرة في الاستهلاك المحلي سواء في قطاع الصناعة زي ما نقولت هناك بعض المصانع المتوقفة هذا الغاز هيأتي لإعادة تشغيل جزء من الصناعة المصرية حد يقولي هو الصناعة المصرية المتوقفة لا مش متوقفة بشكل كبير لكن أسعار الطاقة أنا أعتقد أنها قد تنخفض أو فستؤثر بالإجابة على الصناعة المصرية من خلال تخفيض التكاليف للطاقة وده هيدي نعمل بوش أو يدي تنافسية أكتر للصناعة المصرية ده نمرة واحد نمرة اتنين قد يستخدم هذا الكشف أو عوائد هذا الكشف فيه سد جزء من الموازنة العامة للدولة التي تحتاج إلى مليارات من الدولارات لأننا مرينا بفترة ركود اقتصادي ومش عايزة أقول ركود يعني مرينا بفترة توقف النرشات الاقتصادي لو كنت روحة مصر في أيام الثورة كانت فترة الحقيقة يعني فترة أنا أقول أنها فترة سوداء والكل يعلم توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية وبالتالي كان هناك خسائر كبيرة في الموازنة المصرية وفي الاقتصاد المصري هذا الاكتشاف سرعة زي ما حريك بتقول سرعة استخدامه سوف يؤدي إلى تمويل جزء كبير من الخسائر التي مرت بها مصر خلال الثروة وأولا هي الموازنة العامة للدولة ولا سيامة ولا سيامة الجزء اللي احنا نسيينه هو تمويل تمويل الموازنة الاجتماعية الموازنة الاجتماعية اللي مصر بتركز عليها في الفترة المقبلة أشكرك جدا دكتور عمر صالح محمد أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا وجدك معنا شكرا لكم في برنامجينة أشكرك انتهت حلقة هذه الليلة من أكثر من عنوان وعنوانها هل يغير اكتشاف حق الظهر أو الشروق من خريطة الاقتصاد في مصر ألقاكم في حلقة قادمة بأمان الله